اشتركوا في القناة بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية واكد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ان مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطني قادرة على مواجهة كافة التحديات مشيرا الى ان رجال القوات المسلحة على العهد دائما يضعون وحدة مصر وامنها القومي نصب اعينهم مقدمين ارواحهم فداء للوطن معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضرس الثاني داعيا الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالامن والاستقرار من جانبه قدم قداسة البابا تواضرس الثاني الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة مؤكدا على وقوف المصريين بجميع طوائفهم الى جوار جيشهم العظيم في مواجهة كافة العدائية التي تواجه الوطن وان الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية امنه واستقراره